مع عودة الانتشار الواسع لفيروس كورونا حذرت عدة دول أوروبية من فقدان السيطرة على الأوضاع في فرنسا أمرت السلطات مستشفيات العاصمة باريس بتفعيل إجراءات الطوارئ لمواجهة الأعداد المتزاهدة للمصابين كما أعلنت السلطات فرض قيود أكثر صرامة في أربع مدن كبرى تشهد انتشارا سريعا للفيروس تدهور الوضع الصحي في عدة مدن فرنسية كبرى لذلك قررنا إدراج أربع مدن ضمن المناطق الخاضعة لحالة التأهب القصوى بسبب انتشار فيروس كورونا ابتداء من السبت المقبل ويتعلق الأمر بمدينة ليل وغرونوبل وليون وسانت إتيان وقررنا عدم وضع قيود للسفر بين المدن خلال عطلة جميع القديسين أواخر أكتوبر لأن وطيرة تفشي الفيروس ليست مثل ما كانت في الربيع الماضي في ألمانيا حذرت الحكومة من فقدان السيطرة على أزمة تفشي فيروس كورونا مع تزايد الإصابات جاء ذلك بعد أن تجاوز عدد الإصابات اليومية بالفيروس أربعة آلاف إصابة وذلك للمرة الأولى منذ بداية أبريل الماضي أنا أقالق للغاية بشأن الوضع الحالي لا نعرف كيف سيتطور الوضع في ألمانيا في الأسبع المقبلة من المحتمل أن نشهد أكثر من عشرة آلاف حالة يوميا من المحتمل أيضا أن ينتشر الفيروس بشكل لا يمكن السيطرة عليها أما في إسبانيا فقد حثت السلطات جميع المواطنين في منطقة العاصمة مدريد على البقاء داخل حدود المدينة إلى جانب التقيد بكافة الإرشادات الصحية جاءت الدعوة رغم صدور قرار قضائي يبطل تدابير إغلاق جزئية تطال أكثر من أربعة ملايين شخص بصرف النظر عن حكم المحكمة أدعو جميع المواطنين إلى تحمل المسؤولية الشخصية لتفاهم المخاطر التي قد يسببونها من خلال تنقلهم المفرط داخل منطقة مدريد وخارجها وكانت فرنسا وإسبانيا من بين الدول الأوروبية الأكثر تضررا من فيروس كورونا خلال الموجة الأولى من تفشي المرض وسجل البلدان عددا مرتفعا من الوفايات والإصابات بالفيروس بينما نجحت ألمانيا في سيطرة على انتشار الفيروس وتمكنت من خفض عدد الإصابات بعد أن سجلت أواخر مارس ومطلع إبريل وفي ذروة تفشي الوباء أكثر من ستة ألاف إصابة يوميا ترجمة نانسي قنقر